اهلا وسهلا اعزائنا التلاميذ بكم دائما في موقع كيزاكو سنكون اليوم ان شاء الله في اطار مادة الجغرافية مع الدرس الاخير الهوة هو الاتحاد الاوروبي نحو اندماج شامل اه يدخل هذا الدرس في اطار الحديث عن نماذج تنموية متفاوتة وقد تطرقنا فيما سبق الى كل من الواتف الامريكية والصين والان سوف ندرس الاتحاد الاوروبي عن طريق عنوان الدرس فالدرس هو الاتحاد الاوروبي نحو اندماج شامل ومنه فالغاية من الحديث او الغاية من تطرق الاتحاد الاوروبي هنا ان نشير الى انه يتجي في ويصير في طريق احداث ما يسمى بالاندماج الشامل من الاتحاد شامل او الكل بين مختلف دول الاتحاد الاوروبي. باعتماد خطوة النهج سوف نقوم بوصف ظاهرة او مظاهر الاتحاد او اندماج في دول الاتحاد الاوروبي سنفسر هذا الاندماج ثم سوف نذكر مجموعة من المشاكل والتحديات التي تعيقوا اندماج دول الاتحاد الاوروبي فيما بينها. فيما يخص الاشكالية يعتبر الاتحاد الاوروبي نموذجا يقتدى في التكتلات الاقتصادية الاقليمية. فمام راحل تأسيس هذا الاتحاد وما اهدافه وما مظاهر اندماجه وما عواملها وما هي حصيلته وما هي العراق التي تواجهه. سنقسم الدرس الى ثلاث مقاطع تعلمية. فيما يخص المقطع التعلم الاول سوف نسترق فيه الى مراحل تأسيس الاتحاد الاوروبي واهم اهدافه. وبتالي هناك محورين. المحور خاص بالمراحل ومحور خاص بالاهداف. فيما يخص مراحل تأسيس الاتحاد الاوروبي فهي اربعة مراحل كبرى. المرحل الاولى هي مرحلة مسمى بدول بينيليكس. والتي تأسس سنة 1948. لاحظوا معي بيني لوكس. بين بيلجيك. ني نيدرلاند لوكس لكسونبورغ. وبالتالي فهذا الاتحاد يضم دول هولندا نيدرلاند بيلجيكا بيلجيك ولوكسونبورغ لوكس. وبالتالي فبيني اللوكس هي تركيب لهذه الدول الثلاث المشتركة في هذا الاتحاد. بعد ذلك وفي اطار اه مؤتمر بباريز او معاهدة بباريز وقيدة السنة الفتنمية وخمسين. سوف يتم تشكيل مسمى بنجمع الاوروبي الفحم والصلب. ضمت ست دول. معنا ان الدول ستة سوف تستعامل فقط فيما يخص منتوج الفحم والصلب. سيتم تحرير تنقل الفحم والصلب بين الدول ستة بشكل مجاني بدون بدون رسم جمهوركية. هذه الدول الستة هي بالاضافة الى دول بنيلوكس اي هولندا بلجيكا لوكسونبورغ فهناك المانيا فرنسا ايطاليا. اذا ست دول. في سنة الف وتعمل سبع خمسين وبموجب معاهدة روما سندخل الى المرحلة التالتة وهي انشاء مسمى بالسوق الاوروبي المشتركة او المجموعة الاقتصادية الاوروبية المشتركة. وبتي هنا سوف يتسع مجال التعاون الاقتصادي ولا يقتصر ولن يقتصر على لكل من الفحم والصلب وانما سيشمل الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات. اذا نلاحظوا بعيب ان الاتحاد الاوروبي اصبح يكبر ويتسع ويشمل مجالات اخرى اكتر. ثم في معاهدة مسترخ لسنة افت تعمل سوف يظهر ما يسمى بالاتحاد الاوروبي الذي ما نزل نعيش فيه ثانيا وفي ظله الى يومنا هذا ويضم سبع وشنين دولة بعد خروج بعد خروج بريطانيا في السنة اه الفاريطة وفي السنتين الفاريطتين. المحور التاني اهداف الاتحاد الاوروبي وهي مجموعة من الاهداف التي ارادت طول الاتحاد ان تحقيقها باندماجها وهي اهداف اقتصادية تتجلى في تحرير المبادلات توحيد السوق والعملة تحرير تنقل رسامل الاستثمارات والافراد. اذا ندي اهداف اقتصادية في كلها عملية تحرير وعملية حرية التنقل وعملية حرية التبادل وكذلك توحيد السوق والعملة التي توحدت بالفعل مع عملة الأورو وهناك أهدف اجتماعي وثقافي كمحاربة البطالة وتقويض تبدل التقافي وتحسين المستوى المعيشي وهناك أهدف سياسي تتجلى في بناء دول ديمقراطية ضمن حقوق الإنسان توحيد الموقف السياسية الخارجية وإذلك وضع الاتحاد الأوروبي دستورا خاصا والدستور الأوروبي وهناك برلمان أوروبي وهناك مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وغير يهم المؤسسات الأخرى التي تعزز الأهدف السياسية الخاصة على المستوى التوحد أو الوحدوية لدول الاتحاد الأوروبي ثم هناك أهدف بيئية تتجلى في حمية البيئة أو الدفاع عن قضاياها محاربة التلوث واحتباس الحارة والقيرادات وبالتحقيق ما درسناه سابقا فيما يخص التنمية المستدمة أو المستديمة إذن هذا هو المقطع التعلمي الأول فيما يخص المقطع الثاني مظاهر اندماج الاتحاد الأوروبي وعوامله فيما يخص المظاهر سنتطر إلى في المحور الأول أما العوامل ففي المحور الثاني فيما يخص مظاهر اندماج الاتحاد الأوروبي فهي كالتالي هناك اندماج مجالي أو جغرافي أو ترابي مع أنه انضمت مجموعة من الدول إلى الاتحاد الأوروبي وهذا يسمى الاندماج المجالي بحيث انضمت 27 دولة الاتحاد الأوروبي كما قلت سابقا كانت 28 لكن بعد السفتة انتم في بريطانيا فقد اعلنت بريطانيا خروجا من الاتحاد ثم هذه الدول 27 لا يفرق بينها حدود لا توجد بينها حدود هناك حرية التنقل حرية الاستقرار حرية الاقامة حرية التجول بشكل حر تماما فيطر صفنا دراحق انتفاقية شينغن هناك اندماج مجال الاجتماعي اندماج بين السكان حيث اندماج المجتمع الاوروبي ويعيش حرية في الهجرة وحرية في الاستقرار حرية في الزواج الى اخرى من مختلف الجنسيات التابعة للدول الاتحاد الاوروبي وهناك اندماج مؤسساتي يتجلى في انتظام دول الاتحاد في اطار اجهزة ادارية موحدة في البرلمان الاوروبي كما اشرتم الى ذلك فيها البنك المركزي الاوروبي فيها المجلس الخاص بوزارة الوزراء الخارجية بجهة خاصة برؤساء دول الاتحاد الاوروبي الى اخرى من المؤسسات الاخرى الخاصة بالاندماج المؤسساتي ثم هناك اندماج اقتصادي يتجلى اساسا في اعتماد سياسة فلاحية مشتركة بحيث ان هناك سياسة واحدة اعتمدتها اوروبا في من خص الفلاحة هناك تعاون الصناعي بين دول الاوروبا خاصة في من خصص طائرات ايرباس مثلا ومركبة اريان لغزو الفضاء حرية المبادلات الخاصة بالتجارة البينية بحيث ان معظم المبادلات التجارسة بين دول اتحاد الاوروبي فيما بينها هذا مؤشر مهم جدا اندماج الاقتصادي وهناك هذه مدعوم لموح هذا الاورو واليعكس هناك اندماج الاقتصادي والا اتحاد الاوروبي إذن هذه اهم مظاهر الاقتصادي هناك انجم في مجالي يرتبط في التوراب والجغرافية ايضا اندماج اجاج معي يرتبط بالسكان اندماج مؤسساتي ومؤسساتي توحدة بالخيارات في مؤسسات تسير الاتحاد الاوروبي ثم اندماج اقتصادي يتجلف التعاون على المستوى الاقتصادي بين دول اتحاد الأوروبي عوامل هذا الاندماج متعددة ومهمة يمكن أن نذكر العوامل الطبيعية تتجلف التنوع التضاريس المناخي وكذلك تتكامل المستوى التراوط المعديني والطاقية والمائية يعني أن هناك دول ضعيفة على المستوى المستوى الطاقة تعوضها دول أخرى مهمة على المستوى الطاقة وكذلك يكون نوع من التكامل الاقتصادي بناء المستوى وسببه في ذلك العوامل الطبيعية هناك العوامل البشرية تتجلف اليد العامل التي أصبحت مهمة جدا قرابة 500 مليون نسامة السوق الاستلاكية أصبحت واسعة وحدة المصير ذلك أن أوروبا لها نفس المصير لها نفس التاريخ لها نفس الترى التقافي والتقاليد والأغراف واللغة إلى آخره فهي متقارب ومتشابه فيما بينها هناك كذلك عوامل تنظيمية تتجلف اعتماد الديمقراطية والرسمانية الليبرالية وهو يساهم في توحد هذه الدول ثم كذلك نخارطها في مؤسسة الاتحاد الأوروبي وحرصها للتكامل الاقتصادي فيما بينها المقطع التالي المتات خصناه لحصيلة اندماج الاتحاد الأوروبي وتحدياته المحور الأول خصنا للحصيلة المحور الثاني للتحديات فيما يخص حصيلة اندماج الاتحاد الأوروبي فهي كالتالي الإشارة الحصيلة هي نفسها مؤشرات أو مضاير قوة الاقتصادي الصيني أو الأمريكي تنوع الضخامة الشسعة المراتب المتقدمة إذا فيما يخص الفلاحة هناك ضخامة الانتاج وتنوعه واحتلال المراتب المتقدمة وتحسن مستوى عيش الفلاح ودخله ومكانة القطاع وهذه كلها تدلع أنه هنا النتائج إيجابية على مستوى السنة عادة حامة الإنتاج وتنوعه واحتلال المراتب المتقدمة على مستوى التجاري مكان مهم في التجارة الدولية بلغة تشميم التجارة العالمية ثم تفوق الصادرات والواردات أي أن تفوق الصادرات والواردات ماليا بورسة قوية بورسة لندن بورسة فرانكفورت بورسة بيريز وعملة منافسة بقوة دولارية عملة الأورو اجتماعيا حرية التنقل والأمن الاجتماعي حقوق الإنسان وتقلص مهم لنسبة البطالة والأمي والفقر على المستوى السياسي الدور المهم للتحاد الأوروبي في قضاء العالم وسياسته الخارجية فالتحاد الأوروبي له مواقف مهمة جدا المستوى الدولي وينخرت في السياسة العالمية بشكل كبير جدا إذن هذه الحصيلة في العموم إيجابية للاتحاد الأوروبي المحور الثاني خصصناه لتحديات الاندماج للتحاد الأوروبي وتحديات عديدة جدا وكثيرة أولها مشكلة تفاوت في النتيج الداخلي الخام ألمانيا مثلا تنتج أكثر من اليونان بأضعاف مضاعفة تفاوت في التروات دي الأمام تروات هولندا أكبر بكثير من تروات البرتوغال تفاوت في مؤشرة التنمية البشرية أي السحة والتعيم الدخل الفردي فهناك دول لها مؤشرة التنمية البشرية مرتفعة جدا ودول لها مؤشرة التنمية البشرية متوسطة وهذا كذلك يشكل عائح كبير جدا من تتمثيل دول الاتحاد الأوروبي وهناك مشكل ضمن دول إما ضعيفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فتضطر دول الاتحاد إلى دعمها ماديا ودعمها اقتصاديا ومواكبتها من أجل أن تكون دول قول ولاحظوا ما حصل الاتحاد الأوروبي بسبب اليونان في أزمته الأخيرة هذا أدى إلى ارتباء حسابات الاتحاد الأوروبي بالدرجة أن مجموعة من الكتاب ومجموعة من الباحثين قالوا بأن الاتحاد على وشك أن ينفجر وعلى وشك أن يتفكك هناك كذلك عدد من دول أوروبي غانية للاتحاد كسويسرا ومجموعة من دول سكندنافيا ليست عضوان في الاتحاد الأوروبي عدم تداول عملة الأورو بجمع الدول أعضاء كبريطانيا سابقة حين كانت عضوة لا تتعامل بالأورو تحت المنافسة الخارجية خاصة من الولاد مثل الأمريكية واليابان والصين ذلك أن أوروبا تعاني من المنافسة شرسة على الأسواق الخارجية وبالتاليفة وهناك تحديات مختلفة ومتنوعة رغم ذلك يبقى ما حققه اندمج الاتحاد الأوروبي كبير ومهم فيما يخص الاستنتاج والخراسة يعتبر الاتحاد الأوروبي نموذجا يحتذا به في تشكيل ونجاح التكتولات الاقتصادية الإقليمية بالنظر للمحقق أو المكتسابات ومكان مهمتين في الاقتصاد العالمي إذن هذه خلاصات أكس لنا أهمية التكتول الاقتصادي في تحقيق النهضة وفي تحقيق التطور والازدهار والنمو الاقتصادي كندا أعزائي التلاميذ درس الاتحاد الأوروبي وسيري في طريق الاندماج نحو اندماج الشامل أتمنى أن يروقكم وإنال إعجابكم وأن يساعدكم في التفوق والاستعداد الجيد للامتحان نشكركم على الحسن المتابعة هنا بموقع كيزاكو وقناته على اليوتيوب نتمنى أن نساعدكم وأن نكون في مستوى تأملاتكم وعفوا في مستوى أمالكم ومطالبكم إلى أن نلتقي مجددا أتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح إن شاء الله بتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته